بسر خير عليكم الحباب ان شاء الله كما تكونوا بخير وعلى خير لينجدكم فيديو يهم كل مطلقة كل أرملة كل أمكثة في البيت كل شابة كل شاب الموضوع يهمكم بزاف التلمو هنا سنحضروا على هذا الموضوع السلام عليكم مرحبا بكم لتشجيع لتقديم كل جديد حول أخبار السعب وقضايا المجتمع الجزائري اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس حتى يساكم كل جديد ولا تنسوني بإعجاب وترك أسئلتكم في التعليقات موضوعنا اليوم خامتي على المقاول الذاتي وش هو المقاول الذاتي وش هي الشروط باش يكون أي إنسان يعني مقاول ذاتي يخدم على روحه طبعا المقاول الذاتي كما تشوفوا هذه البطاقة أو المي يعمل الملف تاعه ويدفع في الكازنوس لأنه حيكون لغير الأجراء طبعا وراح يستفد من البطاقة هذه حيستفد من لغة خات هذه الحجم لها راح تكون ضرائب أقليلة خلاص يعني على العام طبعا فيه مجالات تحتخدم فيها ولا تخدم فيها كذلك هذه الخدمة كان يخدموها بكي ما يكونوش يصرحوا بها لكن الدولة عطتكم مجال ما تصرحوا بها تستفيدوا وتفيدوا وهذا الخدمة تال مقاول الذاتي راح تكون مع شركات طبعا لكن ممكن يخدمها يعني فقط من غير أنه يفتح محل ولا ممكن في البيت تاعه يخدم يتطلب له غير مكتب وميكرو يعني ميكرو بورطابل ولا يخدم به وخلاص يعني واحد الميزة عجبتني عجبتني بزا 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 فستقوني روعة طا روعة وفيها أرباح الحباب ورح نقولكم وش هي المجالات وش كون هما يقدروا يشاركوا فيها وكذا 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 كل الأمور رح نوضحها لكم وهنا المرسوم في الجريدة الرسمية عكم تشوفوا قانون على وهي نص وش المتطلبات وش الحدود تاعك وش شروطك وش الواجبات تاعك كل شي راح موجود طبعا والتسجيل تاعها راح يكون بات تربح البطاقة تاع ضمن اجتماعي لازم في الكازنوس طبعا هاد العمل يكون لغير الأجارة وطبعا فيها تقاعد وفيها يعني فيها ربحك كبير وفايدة عظيمة المهم تشتغل وما تجمعش ما بين وظيفتين مثلا انت في الموظيف العموي تحب تخدم خدمة دي لا لازم تكون يعني عندك فيها فقط هذه المقاولة التي تياك نقول مقاولة ذاتي فقط وإلا تخدم في الوظيفة العمومية فقط ما تجمش تنتمج ما بين خدمتين تفهمنا كما قلنا يكون عمل مربح لازم يكون إنسان متمكن من العمل هذاك يعني قادر عليه والعمل هذاك أكيد راح تقدموا أشخاص طبعا مقابل مبلغ مالي هذه الخدمة كما قلت لكم كانت أونوار أما درك الدولة أعطت فرصة للشباب سواء نساء أو رجال يعني حد سوا بي يخدموا على الوحم ومن حتم هذا الفرصة بي يكونوا الوحم منها يستفيدوا والدولة كذلك تستفيد طبعا والضريبة بحاجة خفية فخلة حاجة واحدة فقط لازم كل عام تصرح بالمبلغ السنوي اللي يدخلك فيها المهم ما يتعداش هذاك المبلغ خمس ملايين في العام لا فات أكتر بعد ثلاث سنوات راح يعطوك يعني سجل تجاري رجيس كوميرس هذا هي نشوفوا الجاردة الرسمية نحن العدد 85 الامتيازات مملوحة للمقاول الذاتي المادة التسعية يستفيد المقاول الذاتي من امتيازات التالية هاكم تشوفوا مسكة محاسبة مبسطة على سجل مرقم مؤشر عليه من قبل مصالح الضرائب المختصة إقليميا هاكم تشوفوا الإحفاء من الإيزام القيد من السجل التجاري يعني مش لازم عليك دير السجل التجاري مش لازم عليك تحل محل ممكن تاخده في البيت وما تخافش يعني حتى لكانت عندك غرائم يعني ضرائب يعني كثرت عليك وما قدرتش تخلصها مش رح يجيو يحزو لك البيت نظام ضريبي تفصيلي فتح حاجة مليحة بزد فتح حيث بنكي تجاري لأنه رح تتعامل مع الناس تعامل مع شركات هذو الشركات رح يعطوك يعني هذك المبالغ رح تحطها في البنك الاتزامات تاني على المقاول الاتزامات لازم يكون يعني يعملهم كما تشوفوا يخضع المقاول من الذاتي للاتزام المحصول على رقم تعريفي ضريبي والتصريح لدى هيئة الضمان الاجتماعي لغير الأجرع كما قلت لكم في الكازنوس تزم تصرح وكل عام تصرح بالمبالغ اللي تدخلك بها تكون الأمور واضحة مع الدولة وتكون أمورك يعني ماشية سوا سوا يلزم كل مقاول ذاتي بما يأتي يدع طالب التسجيل في التسجيل الوطني للمقاول الذاتي لدى المؤسسة عن طريق المنصة الرقمية للمقاول الذاتي المنشعة طبعا لهذا الغرض من طرف المؤسسة التصرح بوجود لدى مصالح الضرائب المختصة طبعا من أجل الحصول على رقم هذه هي رجب ديكلارو راح تخذ يعني أعطوكم بطاقة وتحط وتجي فيها هذه البطاقة رقم تعريفي ضريبي طبعا الآجل تاعه ثلاثين يوم من ها اللي تحط فيها الدكلاراسيون تاعك متصلنا ثلاثين يوم سيبون المهمة وكلش آمامكم اطالعوا عليه بالعقل وافهموا مليح يعني حاجة مشي صعيبة خلاص خلاص شوفوا يقول لكم هذه تانية وقانون رقم تنين وعشرين ثلاثة وعشر مؤرخ في 24 جماد الأولى هذا العدد خمسة وثمانين طبعا من جريدة رسمية الموافق طبعا الـ 18 ديسمبر الفين وثلاثة واثنين وعفوا يتضمن قانون الأساسي للمقاوم الذاتي المهم نخلي لكم هذه الصفحة تاع جريدة تطالع لهم باقلكم وشوفوا من يحكبروا الصورة وفهموا وش كان وش ما كانش هنا تشوفوا المادة التين وش تقول يخصد بالمقاوم الذاتي كل شخص طبيعي يمارس بصفة فرضية ناشطه مربحا يتدرج دمنا قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاوم الذاتي ولا يتعدى رقم أعماله السنوية حدا يحدد طبعا طبقا للتشريع المعمول به هذا الموضوع المقاوم الذاتي أي وحدة تحب تخدم على روحها تحب تفرج على روحها ما كانش كيما هذا البرنامج وهذا البروغرام والله تتقون يا لبنات يا الولاد حاجة مليحة بزاف والله كيف رح كيف رح تقلقيتها وقلتوا والله ما نخليها في خاطر ونحطها لوليداتي وخيوتي وخياتي إن شاء الله ربي يفرحكم إن شاء الله حاجة مليحة بزاف وشو نقولكم يقولوا على ربي يبرك وروحوا وفرزوا راقيكم واموركم وما تستنوش حتى تقيقة عجبتني لأنه فيها الظارة يبتحها طايحة خلاص 0.5 لأمكاني التقاعد تشوفوا واحد مثلا أخدم أخدم 30 سنة ما وصلش لسن التقاعدين و30 سنة أخدم 30 سنة أخدم 29 سنة يروح يعمل هذا البروجي يخدم هذا البروجي يدير خمس سنين ولا ثلاث سنين مهم حتى يقفل السن يوصل حتى نسنة التقاعد ويربح فايدة وهو يخدم وهذه الخبرة اللي الخمس سنين هذي قدرتها تزيدها للتقاعد تاعك وانت كملت التقاعد لغة تديها كاملة خير ما تديها كاملة وتدي غير نصها فهمت ولي فهمت وش نقصدها يعني حجم لها بزاف شكون هم للي يحصلوا على هذه البطاقة المقاولة الذاتي أي شخص طبيعي يمكن يستفاد منه بولوغ السن القانونية للعمل هذا شرط أن يكون الجسية تاع وجزائرية ومقيم بالجزائر هذا شرط أو أجنبي مقيم هنا لكن وفقا للتشريع السري المفعول يعني فيها أمور يعني كنقولوا احنا طبعا ويكون اليمارس نشاط مدرج في القائمة النشاطات المؤهلة بها تستفاد من القانون الأساسي للمقاومة الذاتي لازم تكون عندك حرفة يعني أنك بتمكن من هذاك الشيء احنا أعطينا يا أخي سبعة سبعة أساسيات في القيطاع هذا وش لازمها لازم تكون أنت واحد من هذوك السبعة لازم تكون تعارفها بها تتخدم يعني وتعول على روحك بها تستفاد كذلك كما نقول لك من كل الامتيازات تع المقاومة الذاتي ورح يكون عندك استفادة تع نظام الجبائي طبعا عندك تغطية اجتماعية وصحية عندك بطاقة الشفاء عندك التقاعد يعني حاجة روعة 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 شوفوا الحباب أول ما تسجلوا في السجل الوطني المنصوص عليه في المادة طابعة الخمسة من هذا القانون مباشرة يروح هذا المقاومة يمارس العمل تعه وعادي فيما حلف البيت تعه المهم يخدم على روحه ويتوكل على ربي وخلاص نعاود الأنشطة الخدمات الرقمية الاستشارة والتكوين الخدمات المنزلية الخدمات المتعلقة بالسمع البصري وكل ما يتعلق بالتسلية والاستشارات الصناعية والخبرة الصناعية وإضافة إلى الخدمات المقدمة لأشخاص والأنشطة والمساعدين في الورشات هذا الأنشطة اللي السبعة اللي مسموح بهم كيما نقولت لكم طبعاً ورح تستفادوا كيما نقولت لكم من نظام داري بمتميز ومحفز لأنه 0.5 أي كيوالو رقم يعني هذا في العام يعني ما تخافوش خلاه طبعاً وماكش ملزوم كيما نقول لكم بسجل تجاري هذه هي وطبعاً مطلوب عليك تفتح كارت كونت بونكير باكي تعمل مع الشركات إن شاء الله لسوير دات هذو كتاك يتحطو في العبونك هذه الالتزامات ما فيها والو وكيتحبوا تسجلو رحوا للسيبر يجيب دلكم هذك المينصة أنت على المقاولة ذاتي سجل اسم تاعك حط الرقم حط المعلومات السنة 3 أيام يقول لكم رح للكازنوس يتدفع لأخر تاك وش يلزم عليك يتهز اللاكارت تاك ورح توكل على ربي وخدم طبعاً وما تنساوش بها تديرو اللاكارت هذيك لازمكم أولاً إداء إقرار التأسيس بلي رح نحل بلح نخدم صورة شمسية ونسخة من بطاقة التعريف هذا ما كان وإنت رح تخدم الورقة هذي وتشمر على يديك وتكل على ربي وربي يسهل إن شاء الله والله حاجة باهية باهية لكم كامل نتمنى إن شاء الله تكونوا استفدتم الفيديو وأي سؤال أخر ما فهمتوش خلوه لي في التعليقات ما تنسونا جبوا البصمة وبرتجونا الفيديو الحبابش كامل ووليداتي وبنياتي يكون يستفادوا وما بقى لنقولكم غيرتها الله وليف يروحكم إلى فيديو آخر نقولكم